بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أشاد عبد الرازق بأبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم عندما رفضوا تسليم مقر شرطة الإسماعيلية للمحتلين البريطانيين قائلا أن تاريخ خلد هؤلاء الأبطال باعتبارهم رمزا للفداء والتضحية والبطولات